اجتماعات مكثفة قادها المجلس الرئاسي صحبة وزير المالية فرج بومطاري لدراسة مشروع ميزانية عام 2020 كان اخرها امس عندما بحث بومطاري الترتيبات المالية مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك واحمد ميتيك النائب في المجلس الرئاسي سبق ذلك بساعات اجتماع موسع بحث من خلاله رئيس المجلس فائز السراج خطة تحسين البنية التحتية للمؤسسة الوطنية للنفط مع مصطفى صنع الله وهي اكبر ممويل للخزانة العامة بنسبة تصل الى 95% لضمان تدفق النقد الاجنبي للبلاد وحضر الاجتماع وزيراء الاقتصاد والتخطيط علي العساوي والطاهر جهيمي الذين ناقشا اهمية زيادة الارادات عبر تنوع مصادر الدخل وتحسين الحصيلة الجمركية والضرائب وزارة المالية كانت قد بدأت بنقاش الترتيبات المالية للعام المقبل مبكرا عندما عقدت اجتماعات مع 400 مؤسسة في سبتمبر الماضي تابعت خلالها تقديرات احتياجاتها المالية للسنة الجديدة سر الاجتماعات المكثفة منذ اشهر كشف عنه وزير الاقتصاد علي العساوي في اكتوبر الماضي عندما قال في تصريح له ان الرئاسي يعتزم الكشف عن ميزانية 2020 خلال هذا الشهر عكس ما هو معتاد في السنوات الماضية عندما يتم الافصاح عن الترتيبات المالية في الاشهر الاولى من العام التالي وسط تقديرات ان تبلغ 34 مليار دولار اي ما يعادل 48 مليار دينار ترجمة نانسي قنقر